بسم الله الرحمن الرحيم مع المحاضرة الخامسة والأخيرة من محاضرات مادة تصميم التجارب المقررة على الفرقة التانية دبلغم الطرق الكمية موضوع المربع اللاتيني المربع اللاتيني كلمة مربع جات منين؟ ان الجدول بتاع المسألة الجدول المعطى لك في التمرين هيبقى فيه خمس صفوف وخمس أعمدة أو ست صفوف وست أعمدة أو أربع صفوف واربع أعمدة طيب هل ده سبب اسم المربع اللاتيني؟ آه بس فيه حاجة كمان نقصة ايه هي؟ ناخد بنا احنا كنا زمان بنسمي الأعمدة المعالجات والمعالجات دي كانت ملتصقة دايما بيها وبنسمي الصفوف القطاعات في الدرس ده بقى لازم ناخد بنا من حاجة ان الأعمدة هتفضل زمها اسمها الأعمدة أما الصفوف هتفضل زمها السفوف آه ليه لان لفظ المعالجات هيستخدم عشان عامل جديد هيخش معانا في الموضوع آآ آآ فيبقى كده معايا لفظ اسمه عدد المعالجات حتى تلاقيني كاتب تحت لاستخدام هذا التصميم لازم يتوفر الشرط القاتي ان عدد الصفوف يسوي عدد الأعمدة يسوي عدد المعالجات فبقت الصفوف آآ 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 يعني حاجة لوحدها الأعمدة حاجة لوحدها المعالجات حاجة لوحدها ما هياش بايه كنا بيكتب زمان الأعمدة وبينقصين المعالجات لا المعالجات دلوقتي بقت حاجة تانية خالص هتقول لي ده معنى كلامك ايه معنى كلام بتاعي اننا بعد ما جيب التغير الكلي بالقانون اللي هو اس اس توتل اللي هو ماشي معنا في كل دروس هروح اخد منه تلات حاجات هجيب منه الاس اس بتاعت الأعمدة والاس اس بتاعت الصفوف والاس اس بتاعت المعالجات وبعدين اروح طريح التلاتة دول من الكل يتبقى البوائي يبقى كده انا خليت البوائي حجمها حصل في ايه حجمها انكمش لاني قدرت اسحب من البوائي المعالجات كمان فانا بقى هعمل تلات حاجات هجيب صفوف واجيب أعمدة واجيب معالجات فالمعالجات اذا ما اصبحتش مرادف للفظ الاعمدة زي ما انا كنت بعمل زمان طب المعالجات دي بتتوزع ازاي جوه الصفوف معروف ما كانها فين وما جميحها فين والاعمدة معروف اما كانها فين طب والمعالجات فين قالك المعالجات دي بتتوزع جوه للمربع اللاتيني بطريقة عشوائية بشرط ايه هو الشرط زي ما انت شايف كده بتبص تلاقي العمود الاول ظهر فيه كل المعالجات به دال هه الف جيم وبدون تكرار الصف الاول نفس الشيء ظهر فيه كل المعالجات به الف دال هه جيم بدون تكرار كذلك لو رحت للصف التاني هتلاقي بيظهر فيه كل المعالجات بدون تكرار والعمود التاني بيظهر فيه كل المعالجات بدون ما تتكرر معالجة بدون ما الالف تظهر مرتين وارا بعض ده معناه الجداول دي عملها اتنين من العلماء ويتس والتاني فشر اشتركوا في انه هم يوزعوا المعالجات بالشكل دوت احنا بنتخيل طبعا ان فيه قطعة ارض يعني متقسمة خمسة في خمسة يعني قطعة ارض اتقسمت لخمسة وعشرين قطعة فبنبدأ نجرب المعالجات دي فبنحاول نخلي مفيش معالجة تكرر يعني مفيش حاجة في القطعة دي تتحطزها القطعة دي المثال برضك اللي قدامي ده بتاع انواع البنزين ثمانين وخمسة وتمانين وتسعين واثنين وتسعين وخمسة وتسعين وانواع العربيات نيسان وهنداي وكيا ومرسيديس وارينو ده برضه نوع بيتطبق عليه المربع اللاتيني زي ما انت شايف انت عندك البنزين ممكن يأثر ونوع العربية أثر بالاضافة بالاضافة للمعالجات اللي هي المادة المستخدمة لتنقية البنزين من الشوائب اقرأ كده في السطر التالت بيقولك لما بيجي نجرب خمس معالجات مستخدمة لتنقية البنزين من الشوائب معالجة اسمها الف ومعالجة اسمها به وجيم وده وهي بتكون الوحدات التجربية وهي السيارات اللي هي المحركات مختلفة من حيث الموديل ونوع البنزين والجدول ده بيوضح مربع لاتين طب الجدول ده بتاع توزيع المعالجات ما فيش غيره لا ده في جداول تانية بتعمل توزيعات غير دي للتجربة اللي هي خمسة في خمسة زي اللي قدامنا يعني ممكن تلاقي اول خلية مكتوب فيها ألف مش شرط يكون مكتوب فيها به اللي هي المعالجة به فالجداول دي قاعد يعني يصممها الاتنين دول من العلماء التصميم ده بيوصلح في حالة المقارنة بين المعالجات البالغ عددها من خمسة لتمانية يعني أقصى حاجة عندنا في تصميم المربعات اللاتينية اللي هو المربع اللاتيني تمانية في تمانية باختصار شديد المسألة دي عشان أبصتها عليك أو قصة المربع اللاتيني دي تبقى بسيطة عليك انت بتمشي بنفس تحليل الاتجاهين يعني تقول لي أنا أول حاجة هجيب الكل وبعد كده هجيب بين الصفحة بين الأعمدة وبعد كده هجيب بين الصفوف أقول لك ماشي أقول لك كمان بقى دفليهم بين المعالجات هتقول لي بس المعالجات كده متبعترة في الجدول يمكن الأعمدة معروف مكانها والصفوف معروف مكانها هقول لك بنعمل حاجة كده نقدر نجمع المعالجات يعني أشوف المعالجة به ظهرت عند تقاطع النسان مع بنزين 80 وظهرت فين تاني ظهرت عند تقاطع المرسيدس مع البنزين 85 فباروح أجمع البه من الخلية دي على البه من الخلية دي وبعدين الغهرت فين كمان تقاطع الكية مع بنزين 90 أجمع عليهم ده وبعدين أجمع عليهم كمان تقاطع البه أحسن الرينوه مع بنزين 92 تقاطع في البه فباخد المعالجة به من خلية ديت وأجمعها عليهم وهكذا طب شوف كده به ظهرت كمان فيتقاطع الهنضاي مع بنزين خمسة وتسعين. اللي مانضاي لما اتقطت مع بنزين خمسة اتفهمت هتتعمل ازاي? يبقى انا بالنسبة للاعمدة عارف اماكنها بتتجمع فين? والصفوف عارف اماكنها بتتجمع فين? اما المعالجات عايزة تتجمع بحذر عشان بقى ايه بجمحها من اكتر من مكان مختلف بالنسبة للتوزيع العشوائي لرموز المعالجات دي بيتم توزيعها عشوائيا زي ما شفت انت في الجدول اللي فات متوزع عشوائيا مع الاغذف الاعتبار ان يظهر كل رمز مرة واحدة داخل كل عمود ومرة واحدة داخل كل صف ويمكن الاستعانة بجداول فيشر ويتس حيث يتم اختيار احد المربعات اللاتينية ذات الردبة المناسبة بطريقة عشوائية تروح تختار اي مربع لاتيني من عند فيشر ويتس بطريقة عشوائية دلوقتي في مسألة عندنا بتقول لي في تجربة لتحديد انسب المسافات بين الجور الزراعية في تجربة لتحديد انسب المسافات بين الجور الزراعية لزراعة احد اصناف الزرة في الاراضي اختيرت احد المعالجات الاتية في مربع لاتيني المعالجة ايه المسافة بين الجور خمسة سانتي المعالجة بيه بتقول لي خلي المسافة بين الجور عشرة سانتي المعالجة C بتقول لي خلي المسافة بين الجوار 15 المعالجة D المسافة 20 المعالجة E المسافة بين الجوار 25 سنتي وتم تثبيت جميع المعاملات الزراعية كما سبتت المسافات وفيما يلي الانتاج من محصول الذرة بالكيلو جرام موضحة في مربع لتيني تم اختياره عشوائيا تعال نشوف بقية المسألة ومديني المربع زي ما احنا شايفين الجدول اللي قدامنا خمسة في خمسة انا بتكلم عن اللون الابيض اما اللون اللي هو غامق ده التجميع بتاع العمود الاول التجميع بتاع العمود التاني التالت الرابع الخامس كذلك لما اجي بص عند الاتنين وعشرين اربعة عشرين اللي مكتوبة في الخلايا الغامقة دي مجموعة كل صف على فكرة انا لما بشتغل في تحليلاتي باخد مجموعة العمود الاول لكل تربيع على عدده مجموعة العمود التاني لكل تربيع على عدده لو تفتكروا فكرة القانون بتاع بالنسبة بقى للصفوف نفس القصة مجموعة الصف الاول تربيع على عدده الصف التاني تربيع على عدده وهكذا المعالجات زي ما انت شايف متوزعة جوه بطريقة عشوائية بحيس ما تظهرش غير مرة واحدة بس الايه المعالجة ما بتظهرش غير مرة واحدة في الصف وتظهر شغل مرة واحدة في العمود فمسلا لو مسكت اول سطر في الجدول هتلاقي مكتوب في C A B E D مش هتلاقي رمز تكرر ولو روحت لأي صف هتلاقي نفس الموضوع مفيش اي حاجة اتنين C يجوار بعض ولا اتنين D يجوار بعض المطلوب بتاع المسألة زي ما انت شايف خد صورة ثلاث اسئلة هل يوجد تأثير جوهري هل يوجد اختلاف جوهري بين الاعمدة هل يوجد اختلاف جوهري بين الصفوف هل يوجد اختلاف جوهري بين المعالجات يبقى كده زاد عن الاتجاهين في سؤال تالت اذا علمت ان مجموعة Y تربع ب600 ومجموعة مربعات القيم ده مجموعة مربعات القيم ومديني F الجدولية بدرجات حرية 4.12 بتسوي 23 و 26 من 100 تعال بقى نتعامل اول حاجة الفروض العدمية بيبقى شكلها ايه بيبقوا 3 فروض عدمية لا يوجد فرق جوهري بين متوسطات الاعمدة اول هيه نقصة في كلمة جوهري لا يوجد فرق جوهري بين متوسطات الصفوف لا يوجد فرق جوهري بين متوسطات المعالجات طيب الفروض البديلة الفروض البديلة بتبقى عكسها تماما يوجد متوسط واحد مختلف على الاقل في الاعمدة يوجد متوسط واحد مختلف على الاقل في الصفوف يوجد متوسط واحد مختلف على الاقل في المعالجات يبقى انت كده عرفت ان في المربع اللاتيني زاد معاك سؤال على السؤالين بتوع الاتجاهين اللي احنا لسه كنا مخلصينه في المحاضرة اللي فاتت طب تعال نكمل بقية خطوات الحل مستوى المعنوية الفة بخمسة في المية المقياس الاحصائي توزيع العمليات الحسابية اروح اجهز بياناتي عشان ايه اخش على موضوع عمليات الحسابية وانا مجهز بياناتي مجميع الاعمدة اهي موجودة جبناها من تحت الجدول مجميع الصفوف اهي جبناها من جنب الجدول مجميع المعالجات رحنا جمعنا المعالجة ايه من جوه الجدول وجمعنا المعالجة بيه من جوه الجدول جمعناهم ازاي سهلة جدا زي ما اتفقنا مع بعض بتشوف الايه ظهرت في كم خلايا هتلاقى ظهرت في خمس خلايا بس مش جنب بعض متفرقين جوه الجدول فبيروح اجيبها منين هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا واقول ادي مجموحهم طلع 15 بالنسبة للمعالجة بيرزك ارواح اجمع المعالجة دي من وسط الجدول فبروح اجمع المعالجة الاولى واجمع المعالجة التانية فيطلع لي المجموه اللي انت شايفه ده طبعا بديه جدا انك لو اجتمعت المجميع الاعمدة هتطلع 114 لو جمعت ما جميع الصفوف gracious 10-11 لو جمعت ما جميع المعالجات بعد ده ميزة عدد المعالجات ليسوي عدد الصفوف و Silence الاعمدة. فده بخمسة بسميها بخمسة. لما حب اجيب حجم العينة الكلي اضرب خمسة في خمسة. يبقى ان بتساوي اه خمسة تربية بخمسة وعشرين. بعد كده مجموعة الواي بمئة واربعتاشر. اه نخش بقى على العمليات الحسابية. نخش على القوانين. مجموعة المربعات الكلي ده ما بيتغيرش القانون بتاعه. زي ما احنا شايفين طالع بتمانين وستاشر. بعد كده بروح اجيب مجموع مربعات الاعمدة. انا عندي خمس اعمدة. فبأسم مجموعة العمود الاول تربية على عدده. مجموعة العمود التاني تربية على عدده. زي ما انت شايف قدامك. طلع الناتج بتاعهم واحد وستة وسبعين من مية. وما تنساش في الاخر بتطرح مجموعة واي. كل تربية على نون. بعد كده بروح بروح اتعامل مع الصفوف بنفس الحكاية. مجموعة الصف الاول تربية على العدده. الصف التاني تربية على عدده. الصف التالي تربية على عدده. وهكزا. واطرح في الاخر مجموعة واي الكل تربية على ان. طلعت اتنين وستاشر من مية. بعد كده اروح اعمل المعالجات زي ها. زي الصفوف زي الاعمدة. اجيب المعالجة الاولى تربية على عددها. المعالجة التانية لكل تربية على عددها. المعالجة التالتة لكل تربية على عددها. فهبص الاقي. اه 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 واطرح برضك نفس الحكاية اطرح اه اه مجموع واي الكل تربيع على ان سمول هتطلع ستة وستين وستاشر من مية. ابدأ بقى اخد النتائج اللي طلعت وحطها في العمود التاني في جدول تحليل التباين. جدول تحليل التباين هاجي في خانة السورس. واكتب الاعمدة والصفوف والمعالجات ورا بعض. الاعمدة بقت حاجة والمعالجات بقت حاجة. فكده بقى عندك ايه? الاعمدة وعندك الصفوف وراها وعندك المعالجات وعندك بعد كده الايرور اللي هو الفرق. وبعدين المجموع الكل في الاخر. بالنسبة لدرجات حرية الاعمدة عدد الاعمدة نقص واحد. بالنسبة لدرجات حرية الصفوف درجات حريتها عدد الصفوف نقص واحد. بالنسبة لدرجات حرية الترت بيبقى برضك نفس الحكاية عدد المعالجات نقص واحد. فهتلاقي اربعة 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 وورا بعد كده. اه الايرور بيبقى الفرق بين الكلي وبين اللي فوق كله. فمسلا الكلي كان خمسة وعشرين واس واحد تطلع اربعة وعشرين. اربعة وعشرين دي هتشيل منها اتناشر اللي هما اربعة زائد اربعة زائد اربعة يطلع الفرق بينهم اتناشر. دلوقتي هتروح تعمل المتوسط عن طريق الاسمة زي ما انت عارف بتقسم الاس اس سعدي اف في كل صف. بعد كده اف المحسوبة هيبقى معايا دلوقتي بقى في الحالة دي تلاتة اف محسوبة. واحدة الاعمدة واحدة للصفوف واحدة للمعالجات. انت شايف طبعا ان بتاعة الاعمدة ضعيفة جدا اتنين وخمسين من مية. الصفوف ضعيفة جدا اربعة وستين من مية ولكن المعالجات قوية جدا تسعتاشر وتسعة وستين من مية. فواضح جدا جدا ان عندك اتنين اتنين غير جوهريين. اه هتقوم فرض العدم. اما المعالجات هترفض بالنسبة لها فرض العدم. تعال نشوف الكلام دوت في الصفحة. اه القرار سادسا القرار. فيه تلات قرارات هناخدهم. قرار خاص بالاعمدة وقرار للصفوف وقرار للمعالجات. بالنسبة للاعمدة اف المحسوبة اتنين وخمسين من مية دي اصغر من تلاتة وستة وعشرين من مية. فهنقبل فرض العدم للاعمدة. بالنسبة للصفوف اف المحسوبة اف اه اه كالكوليتد تو اف المحسوبة بتاعتها اربعة وستين من مية. اقل من اف الجدولية. وبالنسبة للمعالجات اف المحسوبة اه 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 اقل اه اه ااسف تسعة اتاشر وتسعة ستين هي الوحيدة للاكتر من التلاتة وستة وعشرين من مية. فده معناه ان احنا هنقبل فرض العدم للاعمدة ونقبل فرض العدم للصفوف. يعني ايه نقبل فرض العدم? يعني مفيش اختلافات بين الاعمدة بعضها وبعض ومفيش اختلافات بين الصفوف بعضها وبعض. ولكن بالنسبة للمعالجات هنرفض فرض العدم. يعني بالعربي فيه معالجة مختلفة على الاقل. طيب اه عايز بقى انبه على حاجة ان القيمة الجدولية اللي انت بتقارن بيها ما تغيرتش سواء بالنسبة للصفوف او الاعمدة او المعالجات. هي نفس القيمة الجدولية بتاعت اف فاربعة واثناشر. ليه ما تغيرتش? لان انت عارف ان عدد الصفوف يساوي عدد الاعمدة يساوي عدد المعالجات. طيب حاجة تانية. اه 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 الاعمدة مفيش بينها اختلافات. والصفوف مفيش بينها اختلافات. فكده مش محتاجين اختبارات مقارنة ازواج بالنسبة لده ولا لده. لكن المعالجات قلنا ان في معالجة مختلفة ليه عشان اف المحسوبة كبيرة. فممكن في المعالجات اعمل اختبار توكي او اعمل اختبار LCD. طيب عموما اه يعني انا مش هدخل في المربع اللتيني اه حتة الاختبارات ديت بتاعت LCD وتوكي. ولو انها مش هتفرق يعني كتير معانا نفس المنطقية بنرتب المتوسطات وبنشوف الحاجات كلها. بس مش عايز ازعجك في المربع اللتيني باختبارات مقارنة ازواج كمان. اه والدليل على كده ان انا حتى في الواجب مش كاتب لك القيم الجدولية بتاعت اه التي الجدولية اللي انت محتاجها في اختبار LS دي. اه هو LS دي. بس مكتوبة C للأسف يعني. اه دلوقتي انا كده وصلت لنهاية اه المحاضرة وانهاية المنهج بفضل الله سبحانه وتعالى مبسوط جدا ان انا خلصت المنهج اه يعني يعني بمحاضرات بسيطة وسريعة كده. واتمنى اني تكون مفهومة وتكون سالسة وسهلة بالنسبة لكم. واتمنى ليكم جميعا النجاح والتفوق. وزا ما اتفقنا على الجروب احنا بنتواصل. يعني لو في مسلا حد حل حاجات وعاوزني اشايك عليها. اه مفيش اي مانع برد عليه. وبعد ما ببص عليها. كذلك اه ضروري ان ببص على بنك الاسئلة المرفق بالمادة. بنك اسئلة يعني عندك اسئلة كتيرة جدا اه مطلوب حلها. على الموضوعات ده هيت. الاسئلة دي هي اللي بيدي منها مساء الامتحانات. ما بخرجش عنها. اه بكتفي بهذا القدر وبشكركم وتحياتي اه ليكم جميعا. وبطمنكم اه اللي بتحنا هيجي كويس ان شاء الله مش هيجي صعب. ومش هيخرج عن المحاضرات بتاتا. وابتمنى لكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.